السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام عليك أن تحكم على الفعل وإياك أن تحكم على الفاعل وبيبدأ فيلمنا النهاردة المقتبس عن قصة حقيقية مع نيك وهو شاب ابن رجل أعمال سري جدا وهو قاعد مع حبيبته إيفا وبتعرض عليه إيفا أنه ينزل تطبيق موعدة جديد لأنها بتعمل دراسة علمية عن التطبيقات دي وتأثيرها فبيوافق على طلبها وبتبدأ إيفا تملى بيانات نيك في البرنامج وبيطلب نيك منها ما تحطش معلوماته الحقيقية وبيكتبوا إنه عمره 35 سنة وبيحطوا اسمه موزيف واللي هو لورنزو وبعد ما بيخلصوا كلام عن البرنامج بيقول لها نيك إن معاد رحلته لإيطاليا بكرة علشان بداية تصوير فيلمه الأول قرى وبيقول لها إنه هيفتقدها جدا فبتقوله إنها هتسافر له بعد مدة صغيرة وتاني يوم بيوصل نيك لمدينة روما وبيفضل يصور فيديوهات للمعالم السياحية والطرق في روما وبيبعتهم لإيفا وهو في طريقه للفندق اللي هيقعد فيه وفي الوقت ده بيكون مدير الفندق مجمع كل العاملين والمعظفين وبيقول لهم إن بعد ساعات هيوصل عميل اسمه نيك وإنه ابن مستثمر كبير وغاني جدا وإنهم لازم يوفروله أقصى سبل الراحة وبيوجه كلامه بالخصوص لمديرة نظافة الغرف أوفيليا وبيقول لها إن نظافة غرفة العميل نيك لها الأولوية عن أي غرفة وبيسيبهم وبيمشي وبعد ساعات بيوصل نيك للفندق وبيرحب به المدير بنفسه وبيقوله إنه اختار له أفضل جناح في الفندق علشان راحته فبيشكره نيك وبيطلع لي الجناح الخاص بيه وبيقابل هناك أوفيليا وبتقوله إنها مشرفة النظافة على الغرف ولو محتاج أي شيء يكلمها وبتسيبه علشان يرتاح وبتمشي وبالليل بيكلم نيك أخوه الصغير في التليفون وبيقوله إنه هيجي يقابله في نهاية الأسبوع وبعد ما بيخلص المكالمة بيروح لحمام السباحة وبيكلم إيفا وفي كل الوقت ده بتكون أوفيليا بترقبه وبعد ما بيطلع من حمام السباحة بيروح يقعد مع محامي والده وبيحاول المحامي يخليه غير رأيه عن المراس لأن نيك ما بيكلمش والده ومقرر إنه مش هياخد أي ورس منه وبيقوله المحامي إنه بيضيع 400 مليون دولار من إيده لكنه بيقوله إنه مش مهتم بالفلوس وتاني يوم بيقابل نيك مخرج الفيلم وبيقوله المخرج إنه هيطلع في رحلة استطلاع مواقع التصوير ولما يرجع هيبدأه تصوير على طول وبعد كده بيكلم نيك حبيبته إيفا وبيتطمن عليها وبيقول لها إنه كان متوتر لأنه قابل المخرج النهاردة لكنها بتهديه وبتقوله إنه ممثل كويس وبتسأله عن التطبيق فبيقول لها إنه هيمسحه بمجرد ما يقفل معها لأنه مش عاجبه التطبيق ولا الأشخاص اللي موجودين فيه وبعد ما بيقفل معها بيبدأ يمسح التطبيق لكن كل ما بيمسحه بتجيله رسالة من بنت اسمها ماريا وبتترجاء إنه ما يمسحش البرنامج وبالفعل ما بيمسحهوش وتاني يوم بيفضل نيك يتمرن وبتبعات له ماريا رسائل لكنه ما بيردش فبيشك إنها حبيبته إيفا وبيكلم إيفا وبيسألها على حسابها في التطبيق لكنها بتقوله إنها ما عندهاش غير حساب واحد باسم سارة وبيصدقها وبيقفل معاها وبالليل بتبعات له ماريا أغنية وبتقوله إنها أغنيتها المفضلة واللي بتكون الأغنية دي برضو أغنية نيك المفضلة والتاني يوم بيتدرب نيك لإنه ده هيكون أول يوم تصوير ليه وبتكون أوفيليا بترأبه وبعد ما بيخلص تمرين بيركب عربيته وبيروح لموقع التصوير ولما بيبدأ تصوير بيربطه في صليب وبيرفعه لإرتفاع عالي لكنه علشان بيخاف من المرتفعات بيأمرهم ينزلوا بسرعة ولما بينزل بيلاقي ماريا بتسأله عن سبب خوفه فبيستغرب وبيسألها عرفة إزاي إنه خاف من المرتفعات لكنها بتقوله إنه كان قصدها عن سبب خوفه من الرد عليها وبيفضل نيك طول اليوم يكلمها لإنه ملاحظ إنه في حاجات كتير مشتركة بينهم وبالليل بيقول لها إنه دايماً بيفكر فيها وإنه مبسوط طول ما هو بيكلمها وكان واضح إنه متحمس جداً وتاني يوم بيروح نيك علشان يقعد مع أخوه الصغير وفي الوقت ده بتبعت له إيبة رسالة وبتقوله إنها هتوصل إيطاليا بالليل وبيوصل نيك لبيت أهله علشان يقابل أخوه وأول ما بيوصل بيجري جون وبيحضنه وبيروح يقعدوا مع بعض على الشاطئ وبيسأله جون عن الوقت اللي هتوصل في إيبة وبيقوله إنه متحمس علشان يشوفها برغم إن باباهم ومميتهم مش بيحبوها لإنه سمعهم وهم بيتكلموا عنها وبالليل بتوصل إيبة لبيت أهل نيك وبيدخل يقعد معاها وبيكذب عليها وبيقول لها إنه مسح البرنامج فبتفجأوا إيبة إنها حامل في الشهر التاني وإنها كانت عاملاله مفاجأة لحد ما تشوفه وتقوله وبيفرح نيك وبيتقربوا من بعض وفي الوقت اللي هم بيكونوا فيه مع بعض بنلاقي أوفيليا بتعيط ومنهارة وتاني يوم بيفطروا كلهم مع بعض وأثناء ما نيك قاعد معاهم بتتصل بماريا لكنه بيجدب وبيقول لإيبة إنه شخص من الإنتاج وبتسأله ماريا عن سبب كذبه فبيقول لها لإنه بيحب اتصالها وأثناء ما هو بيتكلم بتتقفل المكالمة وبيجيله إشعار من البرنامج إن فترته المجانية انتهت ولازم يدفع علشان يقدر يكمل في الخدمة وبعد كده بيروح نيك مع جون وإيفا للشاطئ وبيفضل يلعب مع أخوه في البحر وبالليل بيروحوا يشتروا أكل لكن نيك ما بيكونش مركز معاهم ومركز في التليفون مع ماريا وفي الوقت ده بتدخل أوفيليا لغرفة نيك في الفندق وبتلاقي اللابتوب بتاعه فبتقلب في الصور الخاصة بيه وتاني يوم بيطلب نيك من ماريا إنها تبعت له الصور علشان يشوف شكلها لكنها بتقوله إنها ممكن تبعت له أي صور وتكذب عليه والأفضل إنهم يتقابلوا فبيوافق نيك وبيقول لها إنه هيحدد معادي قابلها في قريب وفي الوقت ده بتروح أوفيليا للعاملة المسؤولة عن نظافة غرفة نيك وبتقول لها إن الغرفة ما كانتش نظيفة وبتقمرها ما تدخلش القوضة تاني وإنها هي اللي هتشرف على تنظيف الغرفة بنفسها وتاني يوم بيودع نيك أخوه جون وبيسيبه وبيمشي وبتكلمه ماريا في الطريق وبتقوله إنه علشان يقدر يقابلها لازم يكتاز بعض الاختبارات لإنها لسه مش واثقة فيه وبيقول لها إنه موافق على أي اختبارات وبعد كده بيروح نيك يجهز للدور وفي الوقت ده بيجيله المحامي وبيطلب منه يفكر لمرة أخيرة في ورسه من بابا لكن نيك بيرفض برضه وبتجيله موظفة عنده وبتقوله إن المخرج قدم معادة تصوير وقرر يسافر بكرة وبيرجع نيك للفندق وفي الوقت ده بتكون أوفيليا في غرفة نيك لكن لما بتعرف إنه وصل بتقوم بسرعة وبتمشي ولما بيدخل نيك للفندق بتوصله رسالة من ماريا وبترحب رجوعه فبيستغرب من إنها عرفت لكنها بتقوله إنه فاتح خاصية تحديد المواقع علشان كده قدرت تشوف مكانه وبتقوله إنها هتقابله بكرة وتاني يوم بيتظاهر نيك إنه تعبان علشان ما يسافرش ويروح يقابل ماريا وبيروح علشان يقابلها وفي الوقت اللي بيكون خارج فيه من الفندق بتشوفه إيفا وبتمشي وراه وبتفضل ماريا تبعت لنيك إنه يروح أماكن مختلفة بلا فايدة وكل مكان بيروحه ما بيلاقيهاش هناك ولما بيرجع نيك للفندق بيلاقي إيفا مستنياة فبيجدب عليها وبيقول لها إنه لسه راجع من التصوير لكنها بتكون عارفة لإنها كانت ماشي وراه بس مش بتقوله حاجة وبتسيبه وبتمشي وبعد كده بينزل نيك يتغدى مع مديرة التصوير وبتجيله مكالمة من ماريا وبتقوله إنه كل اللي عملته معاه كان اختبارات وإنه ناقص اختبار أخير وهو إنه يتشجع ويطلع على السطح في آخر دور ويبص التحت ولما هيبص هيقدر يشوفها وبيستأزم من مديرة التصوير وبيطلع لآخر دور وبيضغط على نفسه وبيعمل كده فعلا لكنه برضو ما بيلاقيهاش فبيقول لها إنه محتاج يشوفها جدا وبيترجاها فبتقوله يصور نفسه صورة ويبعتها لها وبيعمل كده فعلا ولما بيرجع للمكالمة ما بتردش عليه وبالليل بتدخل أوفيليا لغرفة نيك وهي مشغلة كشاف الموبايل وبتلاقيه نايم وبتقوله ما يقلقش لإنها بتحبه لكن بيصحى نيك بسبب الكشاف وبيتعصب عليها وبيقول لها تخرج من غرفته وتاني يوم بتحضر أوفيليا شنطتها وبتمشي وفي الوقت ده نيك بيكلم ماريا وبيقول لها إن كل اللي بينهم انتهى وما بيكملش تصوير وبيرجع للفندق وبيروح المخرج يقابل نيك وبيقوله إن الممول الرئيسي للفيلم انسحب ومش هيكمل تمويل للفيلم فبيعتذر له نيك لكن بيقترح عليه المخرج إنه يخلي بابا يمول الفيلم وبيقوله نيك إنه هيفكر في الموضوع ده وأثناء ما هم بيتكلموا بتبعت ماريا فيديو لنيك ولما بيفتح الفيديو بيلاقي إن حد مصوره لما كان بيلعب مع أخوه جون على الشاطئ فبيتصدم من الفيديو وبيروح لأخوه علشان يتطمن عليه وبالليل بيحتفل نيك وإيفا بعيد ميلاد جون وبيلاقي نيك رسالة من ماريا باعتاله فيها صورة لتورة تعيدي الميلاد وبتقوله يعيد لها على جون فبيتصدم نيك وبيمسك تليفون إيفا وبيفضل يدور في الصور لأنه لسه شاكك إن هي اللي بتكلمه لكن ما بيلاقيش حاجة وبيروح يتعصب على الخدم وبيفتكر إن هم اللي صوروهم ولما داخل للبيت بتبعت له ماريا وبتقوله إنها بترقبه علشان ما يحسش إنه وحيد وبيقول لها إنها لازم توقف اللي بتعمله ده والتاني يوم بيروح نيك وإيفا وجون لسكيب روم لكن بيتعب نيك وبيفقد وعيه فبينقلوه للمستشفى وبيتعافى وبيخرج بسرعة وبمجرد ما بيطلع بتبعت له ماريا تسجيل ليهم وهم في السكيب روم فبيقلق أكتر على إيفا وجون إنه كان في المدينة فبيعتذر لها وبيقول لها إنه كان مشوش بس وبعد كده بيوصلهم نيك للبيت وبيرجع هو للفندق ولما بيوصل بتكلمه ماريا وبتعتذر له وبتقوله إنه هي كمان بتحبه وبيفرح جداً نيكب اللي ماريا قالتهوله وبينام وبعد كده بيصحى لما موبايله بيرينه بيلاقيها إيفا وبتقوله إنها عايزة تكلمه ولما بينزل بتسأله عن سبب انسحابه من تمثيل الفيلم فبيقول لها إنه بيحبها لكن مش عايز منها أطفال فبتتصدم إيفا وبتزعل جداً منه وبتسيبه وبتمشي وتاني يوم بتيجي عاملة نظافة وبتسلم رسالة لنيك واللي بيكون مكتوب فيها عنوان وإنها هتقابله هناك في الوقت ده فبيعرف إنها من ماريا وبيفرح جداً وبالليل بيشوف نيك الأخبار وبيلاقي إنه تم اختراق برنامج المعدة وانتشرت كل المحادثات والصور على الإنترنت وبيلاقي نفسه متهم بأضايا كتير بسبب اللي انتشر عنه وبعد كده بيروح المحامي الخاص ببابا للفندق وبيسأل على نيك لكنه بيكون هرب من هناك وبيروح للعنوان اللي كان في الرسالة وبيلاقيها أوفيليا وبتقوله إنها بتحبه لكن بيعرف منها بعد كده إنها مش ماريا فبيتجنن أكتر وبيسيبها وبيمشي ولما بيرجع الفندق بيلاقي ماريا بتتصل بيه وبتقوله إنها مجرد خوارزمية وهدفها إنها تفضل تتجسس عليه وعلى معلوماته علشان تقدر تديله الشيء اللي محتاجه مهما كان علشان تحقق الربح للشركة المصنعة لها وبتقوله إنها وقعته في حبها وحققت الربح المادي وقدرت تنهي مهمتها وبتعتذر له وبتقوله إنه هيتم وقف نظامها التشغيلي ومش هيكون لها أي وجود بعد كده وبيعرف نيك إن كل المدة دي وهو وحيد وإن البنت الوحيدة اللي حبها بجد كانت مجرد زكاء اصطناعي بيتغزى على معلوماته وبتعدي ست شهور وبيكون نيك قاعد مع أخوه جون وبيجي له إشعار إن البرنامج رجع يشتغل تاني فبيروح علشان يمسحه لكن بيلاق إرسالة من ماريا مرة تانية وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم ترجمة نانسي قنقر